وعلى الأمة أن تتنزل عن أي مستوى سماوي لها وعن وعيها وإنسانيتها وعزتها وإحساسها بذاتها وملاحظة مصالحها لتكون كما يريد لها الحاكم وتتوافق إرادتها مع الحاكم أولئك الحكام وتتوافق إرادتها مع إرادته في هذا الحال يحكم الجهل العلم والضلال الهدى والفجور الدين والهوى شرع الله ويتحول كل ما في الأمة من عوالي إلى أسافل لصيقة بالأرض وضيعة وضاعة التواب قانون الطوارئ المصري حكم هذا القانون مصر ثلاثين عاماً متيحاً لكل أنواع الجرائم التي ترى السلطة فيها خدمتها وتراءها المادي وتأمين وجودها والإفساد الذي تستعد تستعين به على إرعاب المجتمع والإيقاع بمن تريد الإيقاع به من أبنائه أن تتحرك بكل حرية لتؤدي أغراضها الخبيثة ولكل أنواع الاغتيال والقتل المستهدفة لها أن تنفذ بيسر في بلد يندثر فيه العدل تغيب فيه الديمقراطية لا سلطة إلا السلطة التنفيذية ولا كلمة إلا لها ولا رأي إلا رأيها ولا إرادة تزاحم إرادتها والدين ما تفتي به والحق ما تراه وهي المعقبة على حكم غيرها ولا معقبة على حكمه وعلى كل المساجد التي لا توافق هواها أن تسكت وعلى كل الجمعيات الحرة أن تخرس وعلى كل الأصوات الجاهلة بالحق أن تتوارى وإلا في الإلغاء والغلق والمحاكمة والعقوبة المشددة وفي مثل هذا البلد وهذا الجو وهذه البيئة تهدم مساجد وتهدد مساجد أخرى بالغلق وتجرجر جمعيات سياسية للمحاكمة وسحب الترخيص ومحاكمة جمعية العمل الإسلامي بداية طريق لمحاكمة جمعيات أخرى مماثلة أخذت على نفسها الدفاع الصلب عن حقوق الشعب والمطلوب أن لا توجد كلمة لا واحدة للثياسة إذلال الشعب وسلب الحقوق وأن يقول الجميع نعم للعبودية فهل تقولون ستبقى كلمة لا لكل ما هو باطل ستبقى كلمة لا لهذا الشعب على لسان هذا الشعب لكل ما هو باطل ولن تأتي كلمة نعم للعبودية هيحة من النتلة هيحة من النتلة هيحة من النتلة